السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يحلل خريطة تركيبة المجال العالمي وأن يشرح إحصائيات تتعلق بالبلدان النامية الآن عزيز الطالب سنتعرف اليوم على مكونات المجال العالمي ما هي الدول التي يتكون منها المجال العالمي يتكون المجال العالمي من البلدان المتقدمة وتسمى بلدان الشمال والبلدان النامية وتسمى بلدان الجنوب حيث لوحظ بأن أغلب الدول المتقدمة تقع في الشمال لذلك سميت بالشمال وأن أغلب الدول النامية تقع في الجنوب لذلك سميت ببلدان الجنوب ورغم عدم التجانس بين هذه البلدان فأنها تظل مترابطة فيما بينها سنتعرف اليوم ما هي أصناف البلدان المتقدمة وأصناف البلدان النامية وما هي مظاهر الترابط فيما بينها أبدأ معك عزيز الطالب ولاحظ بأن درس اليوم ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى بلدان الشمال سأبدأ بها الآن وبلدان الجنوب أبدأ بمستند رقم واحد تركيبة المجال العالمي أقرأ الخريطة ثم أجب عما يلي استخرج من الخريطة أصناف البلدان المتقدمة أذكر أمثلة من البلدان المكونة لكل صنف من هذه الأصناف استعن عزيز طالب مفتاح الخريطة للإجابة على الأسئلة أبدأ معكم أعزائي بالبلدان المتقدمة وهي بلدان الشمال حيث تتكون من بلدان أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبا الوسطى وروسيا واستراليا واليابان ونيوزلندا وهي بلدان غير متجانسة وتصنف إلى ثلاثة أصناف ركز معي عزيز الطالب على هذه الأصناف الصنف الأول الثالث ويضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان أما الصنف الثاني فهي البلدان في طور الانتقال الاقتصادي مثل روسيا وأوكرانيا وغيرها الصنف الثالث وهي بقية البلدان المتقدمة مثل أستراليا وكندا وسويسرا الآن بالعودة إلى المستند الأول صنفت البلدان المتقدمة إلى ثلاثة أصناف الثالث ويظهر بهذا اللون بلدان في طور الانتقال الاقتصادي وبلدان متقدمة أخرى لاحظ بأنها سميت بلدان الشمال لاحظ الخط الفاصل الذي يفصل بين الشمال والجنوب لوحظ بأن أغلب الدول المتقدمة تقع في الشمال بينما أغلب الدول الانامية تقع في الجنوب لذلك سميت بدول الشمال ودول الجنوب الآن نركز معي عزيزة طالب على الثالث الصنف الأول من البلدان المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ الاتحاد الأوروبي واليابان لاحظ عزيزة طالب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل قوة عالمية عظمى فإذن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان هي دول الثالث وذكرك عزيزة طالب أنه عندما يطلب منك أن تكتب اسم هذه الدولة على الخريطة تأكد من كتابة اسم الولايات المتحدة الأمريكية كاملا وأن لا تكتفي بذكر كلمة أمريكا الآن عزيزة طالب أمامك مستند يوضح بعض المعطيات حول مكانة الثالوث الاقتصادية الآن أنت تعرفت على الثالوث والدول المكونة للثالوث لنتعرف على مكانة الثالوث الاقتصادية في عام 2005 استخرج من الرسم مؤهلات القوة والنفوذ التي يمتلكها الثالوث مدعما ذلك بنسب مئوية الآن أبدأ معكم بالثالوث وتعرفنا الآن على الثالوث والدول المكونة للثالوث يمتلك الثالوث كل مؤهلات القوة للسيطرة على الاقتصاد العالمي ومن أهم ما يجسد نفوذه ركز معي عزيزة طالب على النسب حيث امتلك الثالوث على 95% من احتياطي الصرف لاحظ معي احتياطي الصرف وامتلاكه على 95% امتلاكه ل94% من عدد براءات الاختراع أي أن دول الثالوث من أكثر الدول التي تسيطر على براءات الاختراع واصدار براءات الاختراع في العالم مساهمته ب56% من الأدفاق التجارية في العالم مساهمته ب62% من صادرات المنتجات المعملية ونلاحظ هنا بأن الثالوث يسيطر على الصادرات والواردات في التجارة العالمية امتلاكه ل71% من الناتج الداخلي الخام في العالم واستئثاره ب71% أيضا من نفقات البحث والتطوير في العالم مما يميز الثالوث هو نفقات البحث والتطوير حيث تتميز هذه الدول بأن نسبة عالية جدا من النفقات تذهب إلى البحث والتطوير لذلك نرى التكنولوجيا والتقدم التقني فيها استئثاره بأكبر عدد من الشركات المتعددة الجنسيات ونقصد بها شركات التي تفتح لها فروع في أكثر من دولة في العالم كما أن نفوذه المالي الذي تمارسه بورصات كنيويورك وشيكاغو ولندن وباريس وطوكيو وأوساكا تكون عالية جدا مما يساهم في امتلاكه لكل مؤهلات القوة للسيطرة على الاقتصاد العالم الآن عزيز الطالب أمامك مسند يوضح بعض البيانات الإحصائية حول مجموعة من بلدان في طور الانتقال الاقتصادي اقرأ الجدول الإحصائي ثم أجب عما يلي ما هي البلدان المتقدمة في طور الانتقال الاقتصادي بالرجوع للمستند الأول أذكر من خلال الجدول الخصائص السكانية والاقتصادية لهذه البلدان انطلاقا من المستند الأول أذكر أمثلة من البلدان المتقدمة الأخرى الآن عندما أتكلم عن بلدان متقدمة في طور الانتقال الاقتصادي أتحدث عن بلدان أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجموعة البلدان المستقلة مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها من أهم خصائص هذه الدول أنها تمر في بداية التسعينات بمرحلة انتقال من النظام الاشتراكي السابق إلى اقتصاد السوق الحالي وتشهد انتعاش اقتصادية منذ مطلع القرن الواحد وعشرين حيث تبرز روسيا كقوة عالمية تسعى إلى منافسة الولايات المتحدة الأمريكية على زعامة العالم لا تمثل هذه البلدان سوى 6.3% من سكان العالم ونصيب الفرد من الناتج المحل الخام لا يتجاوز 3800 دولار كما أن حصتها من صادرات العالم من السلع لا تتجاوز 4% الآن بالعودة إلى الخريطة ركز معي عزيز الطالب الآن بالعودة إلى الخريطة السابقة ركز معي عزيز الطالب على بلدان في طور الانتقال الاقتصادي لاحظوا بأنها تشمل روسيا وبلدان أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى الآن أنتقل معكم إلى القسم الثالث من البلدان المتقدمة وهي بقية البلدان المتقدمة حيث تتكون من بعض البلدان الأوروبية غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل السويسرا وفنلندا علاوة نعلان على كندا واستراليا ونيوزلندا الجديدة وذلك لما بلغته هذه البلدان من مستوى مرتفع للتنمية البشرية ودورها البارز بالإنتاج والتجارة العالميين الآن بالعودة أيضا عزيز الطالب إلى الخريطة السابقة لاحظ معي واستعن بمفتاح الخريطة لتحديد مواقع هذه الدول ركز معي على بلدان متقدمة أخرى باللون البرتقالي نلاحظ بأنها في أستراليا في دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل السويسرا بإضافة إلى فنلندا وكندا طبعا الآن أعزائي انتهينا من القسم الأول في درس اليوم وقد تناولنا تركيبة البلدان المتقدمة بلدان الشمال الآن أنتقل معكم إلى النشاط الثاني تركيبة البلدان النامية أو بلدان الجنوب تنقسم بلدان الجنوب أيضا إلى عدة أقسام أبدأ بالقسم الأول وهي البلدان الصناعية الجديدة أمامك مستند يوضح بعض البيانات الإحصائية حول البلدان الصناعية الجديدة اقرأ المستندات ثم أجب عن الأسئلة التالية من خلال الخريطة أذكر أمثلة من البلدان الصناعية الجديدة ومن خلال الجدول الإحصائي استخرج خصائص البلدان الصناعية الجديدة أبدأ معكم بأول صنف من أصناف البلدان النامية أي بلدان الجنوب وهي البلدان الصناعية الجديدة من أمثلة البلدان الصناعية الجديدة النمور الآسيوية ونقصد بالنمور الآسيوية عزاء الطلبة كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك بالعودة إلى الخريطة حدد معي عزيزي الطالب البلدان الصناعية الجديدة استعن بمفتاح الخريطة وحدد البلدان الصناعية الجديدة لاحظ أنها باللون الأخضر الفاتح حيث تتركز هنا النمور الآسيوية النمور الآسيوية وقصد كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك من أهم خصائص البلدان الصناعية الجديدة أنها تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ونقصد بقاعدة صناعية متنوعة أي أنها لا تعتمد على إنتاج صناعي واحد بل تتنوع في أنشطتها سواء خدمات أو صناعة أو زراعة أو منتجات أو غيرها بإضافة إلى تحقيقها نموا اقتصاديا مرتفعا ومتواصلا أي أنه خلال السنوات الأخيرة السابقة استمرت في النمو الاقتصادي تسلقها عالية الإنتاج ونقصد بتسلقها عالية الإنتاج أي أن الصناعات مرت من صناعات بسيطة مثل صناعة النسيج وكأنها تتسلق من صناعات بسيطة إلى صناعات ثقيلة كصناعة الفلاذ والحديد ثم إلى صناعات ذات تكنولوجيا عالية وذات قيمة مضافة عالية كصناعة السيارات والإلكترونيات النقطة الرابعة مساهمتها المرتفعة في الصادرات وخاصة في صادرات الجنوب من السلع حيث تمثل 39% من صادرات الجنوب حصتها المرتفعة من الصادرات العالمية للمنتجات المعملية وتمثل نسبة 14% حصتها المرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على بلدان الجنوب كما تتميز بالارتفاع النسبي لدخل الفرد حيث يصل إلى 4500 دولار الآن انتقل معكم أعزائي إلى الصنف الثاني من البلدان النامية وهي البلدان النفطية أمامك مستند يوضح بعض البيانات الإحصائية حول البلدان النفطية في عام 2004 اقرأ المستند واستعن بالخريطة ثم اذكر أمثلة من البلدان النامية النفطية ومن خلال الجذب الإحصائي استخرج خصائص البلدان النفطية استعن بمفتاح الخريطة عزيز الطالب وحدد البلدان النفطية يلاحظ بأن البلدان النفطية تتمثل في دول مثل أنجولا، القابون، البحرين، عمان، الجزائر، ليبيا، العراق، الكويت المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، فنزولا، نيجيريا، اندونيسيا وغيرها من أهم خصائص البلدان النفطية أنها تحقق 55% من صادرات النفط في العالم وذلك بفضل العائدات النفطية الكبيرة كما أن مؤشر التنمية البشرية لديها مرتفع وهذا بالتأكيد أدى إلى ارتفاع دخل مواطنيها كما تتميز بالتعويل على النفط كركيزة أساسية لاقتصادها لذلك هي من الدول النفطية التي تعتمد في اقتصادها على النفط كركيزة أساسية كما أنها تساهم بحوالي 50% من إنتاج النفط في العالم الآن بالعودة إلى الخريطة حدد معي عزيزي الطالب البلدان النفطية ولاحظ بأنها تنتشر في دول العربية مثل البحرين ودول الخليج العربي والعراق ليبيا الجزائر نيجيريا القابون أنجولا وفنزويلة الآن أنتقل معكم إلى الصنف الثالث من البلدان النامية وهي بلدان ذات نمو متوسط أمامك مستند يوضح معطيات إحصائية حول بعض البلدان النامية ذات مؤشر تنمية بشرية متوسط اقرأ المستند واستعم بالخريطة واذكر أمثلة على بلدان نامية ذات مؤشر تنمية متوسط ومن خلال الجدول الإحصائي استخرج خصائص البلدان ذات مؤشر التنمية المتوسط من أهم البلدان ذات مؤشر تنمية متوسط هي تونس مصر الأردن الهند الصين وغيرها ومن أهم الخصائص السكانية والاقتصادية لهذه البلدان أنها تحقق مستوى تنمية متوسط تحسن كبير في دخل مواطنيها بالإضافة إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية كما أن نسبة النمو الاقتصادي فيها تتراوح ما بين 1.5 إلى 9% الآن بعودة إلى الخريطة ركز معي على بلدان ذات تنمية متوسطة ولحظ اللون الأصفر ويشمل الصين، الهند، تركيا، المغرب، مصر، الأردن، الأرجنتين وغيرها من هذه الدول على القسم الأخير من البلدان النامية وهي البلدان الأقل تقدما أمامك مستند يوضح التنمية بالبلدان الأقل لتقدما اقرأ المستند ثم أجب عن الأسئلة من خلال الخريطة أذكر أمثلة على بلدان نامية أقل تقدما واستخرج من النص خصائص البلدان الأقل تقدما وأبرز مستوى التنمية فيها اشتركوا في القناة الصنف الرابع وهي البلدان الأقل تقدما تتكون من خمسين بلدا منها أربعة وثلاثين بلد أفريقي من أهم خصائص هذه البلدان وعدم الاستقرار عدم استقرار الإنتاج الزراعي وصادرات السلع والخدمات كما تتميز بضعف درجة تنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تعتمد على مواد أولية وأنشطة اقتصادية ضعيفة وتقليدية تتركز الصادرات على منتوج وحيد أو عدد محدود من المنتجات ارتفاع نسبة تدايونها حيث أنها من الدول التي تعاني من ضعف الرساميل وتضطر الاستدانة لرفع مستوى الاقتصاد فيها ضعف مساهمتها في التجارة العالمية ومساهمتها بأقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي الخام العالمي كما تتميز برداءة البنية التحتية فيها وتعدد الحروب والنزاعات الآن بالعودة إلى الخريطة عزيز الطالب ابحث معي عن البلدان الأقل تقدما ونلاحظ بي أن أغلب هذه البلدان تقع في أفريقيا في جنوب الصحراء مثل الصومال جيبوتي اليمن اثيوبيا مدغشقر النيجر وغيرها الآن أنتقل معكم أعزائي إلى النشاط الثالث وهو يوضح ترابط المجال العالمي هناك عدة عوامل ترابط المجال العالمي مع بعض مثل السوق المنظم الشركات المتعددة الجنسيات وشبكات النقل والاتصال العالمية ما هي مظاهر ترابط المجال العالمي من خلال هذه العوامل؟ نلاحظ بأن أبرز مظاهر ترابط المجال العالمي في السوق المنظم هو تحديد أسعار المواد الأساسية كالقمح والسكر والنفط وغيرها من قبل بورصات عالمية كبورصات لندن وشيكاغو وباريس أي أن هناك بورصات متخصصة في المواد الأساسية وهي التي تتحكم في السوق العالمي وفي أسعار هذه المواد في العالم بالإضافة إلى سيطرة البلدان المتقدمة كبلدان مصدرة للمواد المصنعة ومستوردة للمواد الأولية على التجارة العالمية وهذا قد أشرنا إليه في السابق بأن بلدان المتقدمة وخاصة بلدان الثالوث هي من يسيطر على السوق العالمية بالإضافة إلى دور أجهزة الإعلام في إدارة الأسواق وتنظيمها أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات فنقصد بها هي الشركات التي تفتح لها فروع في عدد كبير من دول العالم لذلك فأن هذه الشركات تنشئ مؤسساتها في عدد كبير من دول العالم سعياً وراء الربح ماذا تفعل هذه الشركات؟ هي تنقل المواد الأولية والسلع الوسيطة بين هذه الشركات وبين هذه المؤسسات كما تنقل السلع الاستهلاكية على أنواعها وتوزعها في الأسواق العالمية وتحول هذه الشركات الرساميل من بلد إلى آخر كما ساهمت هذه الشركات في عولمة الرساميل من خلال تحويل الرساميل من بلد إلى آخر فإنها ساهمت في عولمة الرساميل يضاهي مجموعة عمليات بعض هذه الشركات ميزانيات الكثير من الدول خاصة الشركات التابعة للثالوث أي أن الشركات أغلبها هي أمريكية ويابانية وأوروبية وهذه دول الثالوث أغلب هذه الشركات هي من دول الثالوث وبعضها ميزانياتها تضاهي ميزانيات الكثير من الدول أما بالنسبة لشركات النقل والاتصال العالمية فهي لها دور كبير جدا في ترابط المجال العالمي حيث ساهمت في تخفيض تكاليف النقل الآن في الوقت الحالي نلاحظ بالتطور الكبير الذي حدث في شبكات النقل ووسائل المواصلات والاتصالات في العالم بفضل الثورة التي شهدتها في الحمولة والسرعة وكذلك بفضل تشهيد وتوسيع الكثير من المطارات في العالم مما سهل من عملية الانتقال مكنت شبكات النقل البري من ربط دول القارة الواحدة كما حدث في قارة أوروبا مثلا حيث ترتبط بشبكة برية قوية جدا تربط بين دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دور الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث أدى تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى سهولة ربط المؤسسات بإداراتها المنتشرة في العالم وهذا ما نراه الآن حاليا من خلال وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية التي تربط بين جميع الأفراد والدول في العالم كما أدى البث التلفزيوني بواسطة الأقمار الصناعية وانتشار استعمال الإنترنت إلى تغطية شاملة لمناطق الأرض وإلى فرض أنماط معينة من التفكير والقيم والاستهلاك وهذا ما نشاهده ونعيشه الآن أعزائي الطلبة من خلال التطور الذي حدث في شبكات النقل والاتصال العالمية إذن انتهينا من مظاهر ترابط المجال العالمي وعوامل ترابط المجال العالمي إلى هنا أعزائي الطلبة انتهى الدرس شكرا لحسن استماعكم